كرم انهالت علي رسائق الكبيرة من برشا رياضيين من برشا رياضيين عليش مش نحنا وانا عارفش مش يستيرن بعض الحاس عارف قلت مراهو عملت دراسة عينة هيك العينة تنتبق عليكم انتما لكل وان شاء الله يجي النهار للأمينة انو الأبطال هايلي تكون موجودة في كل بلاتويت الإذاعية والتلفازية اليوم حتى المشهد الإعليمي بتاعنا شوهناه في كل المجالات للأمينة واخذيت بلاسة الأبطال والأكاديميين والنجوم والإعلميين الصحاح القاريين المتكونين ناس أخرى وهيك ما تشوفوا في تشويه السورة في تشويه الوظن في تشويه العين شوه قاعة تساير اسك اليوم يعني بمنطق هاللي فيو بمنطق هاللي باقتاج اينا مش نطور من هالبليد ونعطيها بعض اخر لسورة تونس تي اليوم ما نفرقوش بين مدينة ومتينة وما نفرقوش بين سجبانس تي راهو والله العظيم يا تارق أصلا بالله العظيم راهو شي مقزز أمانة مقزز ايخي ما نعطوش كنا نعطو البلاتويتنا ما نعطوش كنا نجيبوا البلاتويتنا تي بلاي نجيب خالد الحليق للبلاتو والله هاني قلت هل يعقل بالله يحلل فيه كأس إفريقية؟ خالد ما احترامي الخالد نحترمه نحبه وكان مشجعه فيه لفريق والترجلية لتونسي ومازال مشجعه فيه وللمنطقة التونسي لا يعقل الأمانة لا يعقل لا يعقل اليوم الأماكن رهي غالية في الإعلامة التونسي ومش أي إنسان عنده ما كان فيه كرسي بلاي نعطي الكلمة للسيوس ونرجع نسي سعادل للأمانة شوهنا صورة البلاد عملنا كل شي باش ندمروا ما باقيه في هذا الوطن باختيارات سياسية فاشلة على مستوى الرياضة باختيارات إعلامية فاشلة باختيارات رياضية فاشلة شوهنا الصورة في الملاعب مشوهة في الجمهور مشوهة في الإعلام شوهات وإن شاء الله ننقضه ما يمكن إنقاذه بالله يسامحوني كي نحكي تكية بحاصرة لأنه هذا هو الواقع متعنا المر شكرا شكرا نعم نعم